طيب البداية بقى هتكون مع خبر اعتقد ان هو بيهمنا كلنا بدون استثناء فكرة عودة الجماهير للمدرجات مرة تانية ده موضوع فيه منتهى الاهمية بالنسبة لكل الناس الحقيقة ان رابطة الاندية المحترفة من بداية تأسسها وهي حريصة كل الحرص على ان هي تحل هذا الامر ولو عودة تدريجية بنسبة بسيطة في قرعة الدول اللي اتعملت الاسبوع اللي فات اقررت رابطة الاندية بالفعل حضور الف مشجع لكل فريق وان كل نادي بيكون مسؤول عن جماهيره كمان وضعوا في الاعتبار طرق الحجز الالكترونية الى جانب وضع بعض المحاذير الخاصة بيكون اللي هي هذه المباريات بالاضافة طبعا الى ضرورة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا حاجة كنا منتظرينها بقالنا فترة طويلة اوية كارين طبعا بص المنظر يفرح ازاي طبعا طبعا شان كده احنا برضو لازم نبدأ ونقول يعني كل الشكر ومؤسسات واجهزة الدولة المختلفة في فكرة هنا عودة الجماهير وهذا القرار اللي اكيد وراه شغله وامور كتير كانت بيتم حسابها لان قرار زي ده برضو مش سهل وخصوصا نتكلم عن يعني فترة التوقف العالمية للجماهير اصلا والكوفيد وغيره وغيره فدي كلها قرارات بتحسن بعد دراسة وبعد حاجات كتيرة يمكن احنا وكواليس كتيرة احنا ما نعرفهاش فشيء محترم جدا والموضوع ده بقاله تقريبا كام يوم ولكن الجديد بقى انه بنتكلم هنا عن المحاذير يعني المحاذير اللي وضعت وكمان اللي احنا بنتكلم عن ما ينفعش ان هي يتم فقدانها او الخزلان منها او ان انت تعديها لا في محاذير معينة علشان الجمهور ان هو يقدر ان هو يرجع والموضوع كمان يتم بسلام نتكلم اول هذه المحاذير عدم دخول او استخدام مؤشرات اللي هي الليزر عبوات الطلاق اللي هي الحاجات المخخات والعطور والحاجات الكيموية اللي زي كده واي مادة اخرى بتسبب الحريق او الضرر زي ما احنا كنا زمان يعني مشاهد موسيقى جدا كنا بنشوفها طبعا الى جانب كمان عدم استخدام الاستخدام الالعاب النارية الشعلات الحاجات اللي زي كده وايضا فكرة هنا التدخين بكل انواعه واي حاجة اي يعني ماتيريل بيعمل ضجة او بيسبب يعني صوت عالي غاز حيوانات كل حاجات دي زجاجات ده لوحيد حرب لا لأسف كحوليات يعني كل الحاجات دي طبعا ممنوعة تماما واعتقد كلها امور يعني مشروعة والقصة في ايه ان انت عايز المشاهد يكون برضو بيعود بشكل راك فاحنا على الشق التانية كريم لازم برضو يعني الجمهور او احنا بقى كجمهور لازم يبقى علينا دور يعني الحمد لله ان قرار زي ده تم اتخاذه بعد فترة طويلة فلما يعود الموضوع مرة تانية لازم احنا يكون عندنا المسئولية الشق بتاعنا احنا بقى لازم نكون مسئولين وعلى قد المسئولية زي ما بيتقال فنتمنى ان المشاهد يكون فيه رقي وزي ما كنت بقول لحضراتك وانا وكريم الموضوع هيعود تدريجيا ولكن وفقا لمحاذير فان شاء الله يعني يكون الموضوع خير في الفترة كمان اللي جاء يا رب لازم نكون مسئولين وإلا ما نرجعش نسعد وإلا ما نرجعش نشتكي ونرجع نتنظر على الايام الخوالي اللي كنا بنسعد فيها برؤية والاستماع الى صيحات الجماهير اللي بتشجع وبتؤثر سواء النادي الاهلي او متخب مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة